ثلث مراكز التعبئة الطائفية التي أسسها وضعا إليها بدر الدين الحوثي ونجله الهالك حسين بعد عودتهما من إيران شرارة أشعلت نار الصراعات المذهبية والمناطقية التي عاشتها وعانت منها اليمن في عهود الآئمة السلاليين وخلفت وراءها آثار كارثية وجروح غائرة ظلت تمزق وحدة اليمنيين وتهدد السلام الاجتماعي حتى قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنين وستين وفي العام الف وتسعمائة وتسعين في الوقت الذي مثل تحقيق الوحدة اليمنية انتصارا للشعب اليمني في الشمال والجنوب ومحطة للانطلاق نحو آفاق جديدة يسدها التسامح والعدالة والمساواة استغل الكهنوتيون الموالون لإيران قيم الحرية والديمقراطية وحرية الرأي التي انتهجتها دولة الوحدة وعلنوا تبنيهم فكرا ضائفيا يرتكز على بث الكراهية وتغذية الصراع بين اليمنيين ويدعو للتمرد على الدولة وترجمة لهذا التوجه المبني على محاكاة المنهج الخميني في إيران أعلن بدر الدين الحوثي وابنه حسين عن تأسيس ما يسمى تنظيم الشباب المؤمن في صعدة والذي وإن كان قد بدأ بعضوية أبناء الحوثي إلا أنه مثل دعوة للسلاليين وأنصار الكهنوتي الإمامية الذين سارعوا بإرسال أطفالهم ودفعهم للالتحاق بمراكز التنظيم الصيفية ودوراتها الثقافية التي حرص من خلالها على غسل أدمقة الأطفال والشباب وتغذيتها بالفكر الطائفي وثقافة الكراهية والعنف وتشجيعهما على التمرد ضد الدولة واستهداف كل ما ينتمي لها مراكز الحوث الصيفية في صعداء نذاك سرعان ما تحولت خلال مدة قصيرة إلى معسكرات تعمل على تأهيل المقاتلين وإعدادهم الخوض حرب عقائدية وتحت شعار الموت لأمريكا وإسرائيل أعلن الحوثي وأتباعه تمردهم على الدولة وخروجهم عليها بقوة السلاح لتشهد محافظته صعداء ما بين العام 2004 و2009 ست حروب سقد خلالها الآلاف من القتلى والجرحة وانتهت بتبني الحوثيين استراتيجية جديدة ناصبة الشعب اليمني فيها العداء واعتبرته شريكا في كل ما خضه الجيش ضدها من حروب اليوم وفي الوقت الذي يدرك اليمنيون أن مجامعة عد بالمئات ممن التحقوا بمراكز الحوث الصيفية وما يسمى بالدورات الثقافية فيه كان يسمى تنظيم الشباب المؤمن هم من صنعوا كل هذا الشر المستضير الذي تعيشه اليمن منذ العام 2014 وحتى اليوم يعلن الحوثيون أن أكثر من مليون ونصف المليون طفل التحقوا بمراكزه الصيفية ما يشير إلى أن استهداف جماعة الحوثي للشعب اليمنية والسراتيجيتها في معاداته لن تتوقف عند حدود ضمص الهوية الثقافية والتاريخية وستتجاوزها إلى ملشنة الشباب وتدمير قيم التعيش من خلال نشر ثقافة الكراهية والعنف وتأصيلها في ثقافة المجتمع اليمنية وتحويلها إلى سلاحا يستهتف حاضر اليمن ويحول دون تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي لعقود طويلة